سهل فالد عامليني الى اخبار هنتكلم عن كتاب النهاردة كان عامل ضجة كبيرة جدا لما نزل وهو كتاب زي كده ما تقول موجود في الزاكرة ما ينفعش ان هو يتنسيه تبدأ عليه ضجة وعلي خلاف وعلي حاجة كتير اوي كتاب اسمه عززيل الكاتب يوسف زيداني الكاتب ده اتصدر سنة 2009 لدار الشروق هو ربعمائة وسبعين صفحه الكتاب ليس كبير اوي ولا هو صغير كتاب وسط يعني ربعمائة وسبعين صفحه كان يخلص في ثلاث ايام اربع ايام وهو بيكلم في فكرة في الكتاب في فكرة وحتى لو على موقع goodreads هتلاقي ان التقييمات على الكتاب ده والديسكاشنز المنعشات والكومنس والكومنس يعني في حاجات تتير قوي على الكتاب ده يعني آآ يعني في عليه آآ آآ يعني وده احدى الحاجات اللي اتعرفك ان الكتاب ده ناجح ده احدى الحاجات اللي اتعرفك ان الكتاب ده ناجح يعني كتاب لما يبقى ناجح تلاقيه لي خلاف كيبر جدا في ناس بتحبه في ناس بتكرهه في ناس آآ عجباها الفكرة في ناس منتقدة بعض المواضيع في الفكرة بس كلهم عندهم شخلاف ان الكتاب ده اه زي ما نقول كده تحفى فنية. هو فعلا تحفى فنية الكتاب اه من اعظم الكتب ومن احسن كتب العريطة يعني كتاب جميل جدا جدا جدا. اه نقول ان هو كتب يعني تفوق على نفسه بجد. اه والكتاب ده الترجم ده اه برة يعني ده اكتر من ترجمة باكتر من لغة يعني من كتر ما كتاب فعلا كان عامل دجة كبيرة جدا على تلاقي الضخيم بتاعه فور بوين زيرو فور. اه هو كاتب يوسف ده معروف عنه ان هو بيقدر انه هو يعمل كتاب لا هو رواية ولا هو كتاب بيعمل لك كده حبكة تخليك تحب الكتاب جدا يعني تخليك اه لا انا عايز اعرف يعني عايز اكمل الكتاب انا عايز افهم الموضوع خليك تبحث في الموضوع حتى بعد ما تخلص الكتاب. وهو بيدور احداثه في القرن الخامس الميلادي ما بين اه سعيد مصر واسكندرية وشمال سوريا. اه يعني مش عايز احروق الاحداث قوي بس هم مش كتاب قديم يعني بالكلام عن احداث بتسلسلها يعني اه كتاب بصراحة روعة اه بس اه شوفوا كتاب تمام و اه اقروا وقولوا لي اي رأيكم